اشتركوا في القناة السبت الخامس عشر من شهر فيفري 2020 متابعنا كرام النموذج الامريكي والاوروبي الذي كان يشيران الى اضطراب ان شاء الله سيميز المناطق الشرقية ودولة تونس ها هي النماذج متابعنا كرام في تحديثات نهار اليوم تلغي هذا الاضطراب اذا بحول الله تعالى ستكون الجوى مستقرة جوى مشمسة جوى تقريبا صافية الى قليلة الغيوم مع بعض الاضطرابات الضعيفة نسبيا ستشمل المناطق الساحلية لجزاء المناطق الغربية الوسطى والشرقية قد تعطي بعض الامطار ايام الثلاثاء والاربعاء هناك ايضا بعض السحب المدرية الصحراوية متابعنا كرام من المحتمل ان تعطي بعض الامطار الغزيرة محليا على دولة المغرب وايضا الجزائر في قادم الايام اذن كمان نشاهد معكم في الصورة متابعنا كرام هنا باللون الاصفر هذا الاضطراب الذي كان سيتجه للجزائر في تحديثات نهار اليوم تلغي النماذج هذا الاضطراب متابعنا كرام فقط سوى بعض الامطار والسحب لتقريبا حواف هذا الاضطراب الذي او التي ستمس مناطق التونسية وايضا الجزائرية الشرقية وايضا الجزائرية الشرقية ما بعد هذا الاضطراب متابعنا كرام ايام التاسع عشر والعشرين من شهر فيفري ابتداء من الثاني والعشرين والثالث والعشرين بحول الله تعالى ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا متابعنا كرام المرتفع الاضولي سيسيطر وسيزيد من قوته على المناطق الجزائرية دولة المغرب وتونس وايضا المناطق والدولة الغربية لقارة اوروبا يعني فرنسا اسبانيا والبرتغال قد ترتفع درجات حرارة عالية نسبيا مقارنة بالشتاء الفارض اذن كما نشاهد معكم في الصورة متابعنا كرام المرتفع الاضولي يعود بقوة الى تاريخ يعني لا ندري الى متى متابعنا كرام فقط الدعاء والاستغفار متابعنا كرام واجب جدا في كل وقت متابعنا الكرام اذن كما نشاهد معكم هاته الصور سيطرة المرتفع الاضولي حسب التحديثات لنهار اليوم متابعنا كرام ان شاء الله فقط ستغير تحديثات هذه مجرد تحديثات لنهار اليوم وامسيت اليوم اذن كل الخير نتمنى للجميع سنوفيكم بكل ما هو جديد في قادم الايام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة